نستكمل الحديث عن الفصل الرابع من مقرر علوم العامة في فصل الأحياء الموضوع العاشر الجهاز العصبي الأهداف يتعرف الطالب تركيب الجهاز العصبي يستنتج كشفية عمل الجهاز العصبي يستشر عظم الخالف سبحانه وتعالى في عمل الجهاز العصبي نشاط مما يتركب الجهاز العصبي كما في الصورة التي قدامنا الجهاز العصبي ينقسم لجزئين الجهاز العصبي مركزي والجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي المركزي يتضمن المخ والحبل الشوكي والجهاز العصبي الطرفي يتضمن ملايين الأحصاب الخلية العصبية تتكون الخلية العصبية من ثلاث أجزاء أساسية كسم الخلية المحور العصبي ثم الزوائد الشجيرية نشاط ثاني كيف يعمل الجهاز العصبي عمل الجهاز العصبي تستقبل أعضاء الحس سي العين الأزن الجلد المؤثرات الخارجية زي الضوء والصوت والحرارة وتقوم بتحولها إلى إشارات عصبية تنقر الخلايا العصبية هذه الإشارات العصبية إلى الجهاز العصبي المركزي حيث إدراك وتفسير الإشارات العصبية بعد كده يصدر الجهاز العصبي رد الفعل المناسب لهذه المعلومات إلى عضلة أو غدة فتقوم بأداء عملها في الختام اكتب تقرير عما تعلمت من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر